موسيقى الثانية صباحا بتوقيت القاهرة نشط أخبار جديدة من عاصمة الخبر والبداية دائما بأبرز العناوين ثلاثة شهداء في قصف إسرائيلي يستهدف مركبة في جنين وحكومة نيتنياهو تقرر العودة لسياسة الاغتيالات بالضفة موسيقى الجيش السوداني يعلن تصديه لهجوم من الحركة الشعبية وتكبيدها خسائر كبيرة موسيقى الرئيس المصري يشارك اليوم في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد بالعاصمة الفرنسية باريز موسيقى موسيقى البداية مع تطورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة قالنا جيش الاحتلال الاسرائيلي ان سلاح الجو قسف مركبة تضم مسلحين فلسطينيين كانت قد اطلقت النار على حاجز للاحتلال قرب جنين وفدت مصادر اسرائيلية انه تم استخدام طائرة مسيرة من تراززك في اول عملية اغتيال تنفذ بالطائرات بدون طيار في الضفة الغربية منذ نحو عشرين عاما فيما اعلنت مصادر فلسطينية عن ارتقاء ثلاثة شهداء في مكان الحادث وتم احتجازهم من قبل الاحتلال ولم تعرف هويتهم بعد قال وزير الدفاع الاسرائيلي يواف جالانت ان جيشه سيتخذ نهجا هجوميا واستباقيا ضد ما اسماها الارهاب وهدد جالانت باستخدام جميع الوسائل المتاحة ضد منفذ العمليات ضد الجنود الاسرائيليين ذكرت مصادر اسرائيلية ان وزير الدفاع جالانت اقترح العودة لسياسة الاغتيالات كاجراء وقائي وليس انتقاميا على حد قوله مشيرا الى ان المستوى السياسي وافق على هذا المقترح في وقت سابق اعلن الجيش الاسرائيلي الدفع بالمزيد من الكتائب العسكرية الى الضفة الغربية في ضوء التطورات الامنية الاخيرة لسيما بعد عملية مستوطني عيلي قال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي قال ان القرار يتزامن بعد مشاورات امنية وتقييم للوضع الميداني مشيرا الى ان تلك التعزيزات تواكب الدعم الاضافي الذي تم الدفع به في الاسابيع القليلة الماضية افاد مرسلنا بان المستوطنين يواصلون اعتداءاتهم في بلدة تورمسعية بالضفة الغربية حيث اضرموا نيران في عدد من الحقول كما قال المراسل ان المستوطنين هاجموا مجددا بلدة برقة شمال غربي نابلس بالضفة الغربية واضرموا نيران في قرية جوسان غربي بيت لحم حيث وقعت مواجهات بين اهالي القرية من الفلسطينيين هذا واستشهد شاب متأثرا باصابته باصابته برصاص الاحتلال الاسرائيلي في بلدة تورمسعية شمال شرقي رمالة وجرح 15 فلسطينيا جراء اصابتهم بالرصاص الحي بعضهم في حالة خطرة كما اكد او كما اصيب اكثر من مئة اخرين باصابات مختلفة جراء اعتداءات للمستوطنين في بلدة تورمسعية افادت مراسلة القهرة الاخبارية بان النداءات الاستغاثة انطلقت من سكان البلدة بعد حرق المستوطنين منازلهم وممتلكاتهم من جانبه قال رئيس بلدية تورمسعية ان نحو 400 مستوطن اضرموا نيران في 60 سيارة و30 منزلا في البلدة اقتحمت القوات الاسرائيلية بلدة عريف جنوب نابلس ودهمت منزلي منفذ عملية اطلاق النار في رمالة وبشرت باخذ قياساتهما تمهيدا لهدمهما وافادت وكالة الانباء الفلسطينية ان القوات الاسرائيلية اعتقلت خمسة من افراد عائلة الشهدين مهند شهادة وخالد صباح منفذ عملية اطلاق النار امس على مستوطنة عيلي شمال رمالة التي قتل فيها اربعة مستوطنين واصيب اخرون لفتشو شحطين وراه مسلاك فكذا الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقوف ادارته الى جانب الشعب الفلسطيني في تول مسعية وكل المدن والقرى الفلسطينية جاء هذا في اتصال اجراه عباس مع رئيس بلدية تول مسعية لافي اديب وقال عباس ان من حق الفلسطينيين الدفاع عن انفسهم امام درائم واعتداءات المستوطنين والجيش الاسرائيلي انتقد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيا استمرار صمت المجتمع الدولي امام الاعتداءات الاسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم طالب اشتيا خلال زيارته لبلدة تول مسعية بفرض عقوبات ضد اسرائيل على القرائم التي ترتكبها طالبنا المجتمع الدولي بتوفير حماية لشعبنا ولكن هذا المجتمع الدولي لا يرانا هذا المجتمع الدولي بعض المسؤولين فيه على اعلى الدفات في العالم لا يريد ان يرى يطفئ حرائك ولا يريد ان يحل مشكلة ولذلك احنا اليوم كمان مرة بنقول للمجتمع الدولي ان لا يكون اعمى يرى في اوكرانيا ولا يرى في فلسطين هذا المجتمع الدولي عليه ان يفرض عقوبات جدية على دولة الاحتلال الارض المصادرة بشكل غير قانوني الاستيطان بشكل غير قانوني قتل اولادنا جريمي وكل هذه القضايا احنا عم منتبعها في محاكم الجنات الدولية وانا هيني بقول للعالم ان محكمة الجنات الدولية ليس بالنسبة لنا شعار محكمة الجنات الدولية سوف تحاسب كل المجرمين اللي ارتكبوا جرائم بحق اولادنا بحق ارضنا بحق بيوتنا بحق ممتلكاتنا طلبت مصر بالوقف الفوري لاعتداءات المستوطنين الاسرائيليين وتدمير وتخريب عدد كبير من الممتلكات بالضفة الغربية دون تدخل من جانب السلطات الاسرائيلية اكدت الخارجية المصرية رفض القاهرة الكامل لاعمال الترويع والترهيب والعقاب الجماعي التي تستاذف المواطنين الفلسطينيين وشددت مصر على ضرورة كسر حلقة العنف القائمة بشكل فوري حقنا للدماء ومنعا للمزيد من التظاهر في الوضاع الامنية وخروجها عن السيطرة ولكي تتمكن مساعي وجهود التهدئة من جانب الاطراف الاقليمية والدولية من تحقيق اهدافها هربت الولايات المتحدة عن قلقها العميق زاء تصعيد اعمال العنف في الضفة الغربية اكد المتحدث باسم الخارجية الامريكية ان التقارير الواردة بشأن تصعيد الاسرائيلي في عدد من مدن الضفة الغربية مثل جينين وراملة مثيرة للقلق ولان مع ملف الازمة السودانية ترجمة نانسي قنقر افضل الجيش السوداني بان قواته تصدت لهجوم من الحركة الشعبية بالرغم من اتفاق وقف النار الذي يجدد سنويا مع حكومة السودان اضف بيان للجيش السوداني ان قواته تمكنت من رد المتمردين وتجبيدهم خسائر كبيرة مشيرة الى مواصلة القوات عملياتها بمنطقة العاصمة بعد انتهاء الهدنة التي استغلتها الميليش المتمردة في تحشيد قواتها وارتكاب عدة انتهاكات بحق المدنيين هذا وقامت القوات بتوجيه عدد من الضربات الناجحة ضد الميليش المتمردة بعدة مواقع بالعاصمة تسببت في خسائر كبيرة بين المتمردين فد مراسلنا باندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع بمحيط سلاح المهندسين بمدينة اومدرمان ذكر المراسل ان دائرة الاشتباكات تتسع في حي الفتحاب هذا وحلق الطيران الحربي للجيش السوداني بشكل مكثف في سماء الخرطوم بتزامن مع اشتباكات في محيطي ارض المعسكرات والمدينة الرياضية جنوب العاصمة الخرطوم هدنة اخرى تنتهي من سلسلة هدن لم تفلح في وضع نهاية للاشتباكات المستمرة في السودان منذ الخامس عشر من ابريل الماضي رغم الخفاض حدة الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع خلال ايام الهدنة فان مناطق في الخرطوم شهدت معارك بالاسلحة الخفيفة كما استمر الاختتال القبلي في مناطق باقليم دارفور غربي البلاد وتوسعت رقعته مع سقوط مزيد من الضحايا الهدنة الاخيرة جاءت بالتزامن مع تعاهد المانحين الدوليين بتقديم مليار ونصف المليار دولار مساعدات اضافية للسودان المنكوب خلال اجتماع برعاية الامم المتحدة استضافته مصر والمانيا وقطر والسعودية والاتحاد الافريقي في مدينة جينيف السوسرية ودائما ما تطلق الامم المتحدة تحذيرات من تفاقم الازمة الانسانية في البلد الافريقي اذ تقول ان نحو 24 مليون و700 الف شخص اي اكثر من نصف سكان السودان بحاجة الى مساعدات انسانية الاشتباكات المستمرة منذ اكثر من شهرين حولت العاصمة الخرطوم ومناطق حضرية اخرى الى ساحات قتال اودت بحياة اكثر من 3000 ضحية بحسب احصاءات رسمية لوزارة الصحة في الخرطوم فضلا عن تدمير تلك الاشتباكات للبنية التحتية الهشة في البلاد واثرة اعمال عنف عرقية في اقليم دارفور بغرب السودان ادانت وزارة الخارجية السودانية اقتحامت دعم السريع لمقر السفارة المورتانية ومنزل السفير التركي بالخرطوم قالت الخارجية السودانية في بيان لها ان ميليشيا الدعم السريع تواصل خرق الهدن والاستهطار بالاعراف والقوانين الدولية المعنية بحرمة وحماية مقرات وممتلكات البعثات الدبلوماسية مضيفة انها اقتحمت مبنى السفارة المورتانية واتخذته ثقنة عسكرية قامت بسرقة منزل السفير التركي ودعت الخارجية المجتمع الدولي لادانة دعم السريع باعتبارها منظمة ارهابية هكذا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اهتمام بلاده بان تمثل التعاون مع شركة الخطوط الملاحية الفرنسية العالمية قيمة مضافة وتفرى نوعية في تطوير ميناء الاسكندرية الكبير جاء ذلك خلال استقباله بمقر اقامته بالعاصمة باريز رودريلف سعادة رئيس الشركة الفرنسية حيث تناول اللقاء سبل توسيع انشطة الشركة في مصر خلال المرحلة المقبلة ومتابعة التعاون القائم معها في مجال الملاحة والموانئ والنقل البحري في مصر كما اشهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالتعاون البناء مع مجموعة ألستروم الفرنسية في قطاع النقل ذلك في اطار العلاقة الثنائية المتميزة بين مصر وفرنسا وخلال استقباله بمقر اقامته بباريز هنري بوبار لفراج رئيس المجموعة شدد رئيس المصري على حرص بلاده على زيادة نسب توطين الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الانشطة المشتركة مع الشركات العالمية الكبرى كان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وصل الى مقر اقامته بالعاصمة الفرنسية باريز للمشاركة في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد التي تنعقد اليوم وعلى مدار يومين تزم الرئيس المصري التركيز خلال اعمال القمة على تعزيز الجهود الدولية لتسيير نفاذها والتدفقات المالية مطلوبة للدول النامية كما سيتعرض التجربة المصرية في التعامل مع قضية تغير المناخ والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة هذا ومن المقرر ان يلتقي الرئيس المصري في باريس عددا من القادة وكبار المسؤولين الفرنسيين والدوليين هذا وصارح المتحدث الرسمي باسم رئيسة المصرية بان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستهل نشاطه اليوم في باريس بالمشاركة في الجلسة الافتتاحية للقمة الدولية مثاق التمويل العالمي الجديد اشار بيان الرئاسة المصرية الى ان الازمات العالمية ادت لرفع اسعار الفائدة احد عشر مرة متتالية ما ادى الى نزوح الكثير من رؤوس الاموال في كثير من دول العالم نوه البيان الى ان هناك جماعا دوليا على وجود ازمة حقيقية مركبة ومتراكمة بدأت بجائحة كورونا وتداعيتها ثم الازمة الروسية الاوكرانية شدد البيان على قوة الاقتصاد المصري بالنظر الى المشروعات الضخمة التي تم تأسيسها واقامتها على مدى السنوات الماضية وقدرة الدولة على امتصاص الصدمات والصمود في مواجهة الازمات واستمرار الاقتصاد في النمو تتقاسم مصر وفرنسا رؤى مشتركة تجاه القضية والازمات الاقليمية والدولية كاوكرانيا وسوريا وليبيا وفلسطين الشراكة بين البلدين لم تقتصر فقط على العلاقات السياسية فقط بل امتدت ونمت خاصة في السنوات الاخيرة اقتصاديا وتجاريا وعسكريا ايضا اهلا بكم اتفاق وتطابق في الرؤى ازاء مختلف القضايا الدولية والاقليمية جمعت مصر وفرنسا مشتركات عدة في المستويين الرسمي والشعبي جعلت هما شريكين على الاصعادة السياسية والاقتصادية والثقافية ورغم تجذر العلاقات بين البلدين الا انها نمت في عهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بشكل واضح على المستويين الرسمي والشعبي معا في التمثيل الدبلوماسي عالي المستوى بين البلدين والتعاون العسكري وايضا السياسية الازمة الاوكرانية كانت محطة طلاق لرؤى مصر وفرنسا ازاء تخفيف اثار الحرب الاوكرانية وضرورة ابقاء الباب مفتوحا امام الحوار والحلول الدبلوماسية للازمة امام جميع الاطراف فتجارب الوساطة المصرية كانت دافعا للاشادة الفرنسية في حل الازمات في كل من شرق المتوسط وسوريا وربنان والتي تتلخص في الحلول السياسية بما يحافظ على وحدة اراضي تلك الدول وسلامة مؤسساتها الوطنية ومن امثلة تطابق الرؤى السياسية في الوضع الاقنمي فقد كان للملف الليبي نصيب كبير من الاهتمام المشترك بين البلدين حيث اتفق الرئيسان المصري والفرنسي على خروج القوات الاجنبية والمرتزقة بكافة اشكالها من ليبيا والقضاء على الارهاب الجهد الذي تمنه ماكرون لصون المؤسسات الوطنية الليبية وتعزيز مسار التسوية السياسية للازمة بعيدا عن التقسيم وتقزم الدولة وحول قضية العرب الرئيسية القضية الفلسطينية فقد شهدت العلاقات المصرية الفرنسية نموا واسعا في التوافق المشارك بين الطرفين في التواصل الى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولاته المستقلة وفق المرجعيات الدولية أما على الصعيد الاقتصادي فقد أكدت باريس حرصها على تعظيم التعاون مع مصر في مختلف المجالة التي من شأنها أن تصب في صالح العملية التنموية الجارية بمصر في ضوء الفرص الواعدة التي تتيحها المشروعات الكبرى التي أولد فرنسا لها اهتماما كبيرا بمصر تعتبر فرنسا أحد أهم شركاء تجاريين لمصر كما تعد مصر ثالث أهم مستقبل للاستثمارات الفرنسية بالمنطقة تعمل في مصر نحو 140 شركة فرنسية في العديد من المجالات يتوافق الجانبان على أهمية تعزيز نشاط المشروعات التنموية والاستثمارات الفرنسية بمصر خاصة في قطاع الطاقة المتجددة والهايدروجين الأخضر لدعم الدور الذي تلعبه مصر في مجال مكافحة تغير المناخ كان هذا مشاهدين عرضا لأبرز نقاط نمو العلاقات المصرية الفرنسية كعلاقات متجدرة ومتطورة لقوتين مؤثرتين في قلب إفريقيا وأوروبا تعتبران كفتي ميزانا إقليمي لقارتيهم فرنسا شرك اقتصادي بالغ الأهمية لمصر وهو ما ينعكس من خلال الاتفاقيات التي أبرمت بين الجانبين وحجم الاستثمارات الفرنسية في مصر وتنوعها عدد الشركات الفرنسية العاملة في مجال الاستثمار بمصر يقدر بنحو 168 شركة وتقوم بتشغيل ما يصل إلى 40 ألف عامل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من الصواريخ من بحر أوزوف وانفجار في مدينة كريفيري كما تم رصد تحليق لصاروخين على الأقل في سماء العاصمة كييف هذا وآلنات وزارة الدفاع الأوكرانية أن الطيران الروسي يقترب من مياه بحر أوزوف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الآن تشهد دوي صافرات الإنذر مع أنباء رصدته مجموعة من المواطنين الأوكران بفيديو موثق لاستهداف منطقة كريفيري برشقات من الصواريخ اعلنت الحكومة الأوكرانية بوزارة الدفاع بأنها تم استهداف مدينة كريفيري بصاروخين على الأقل وأيضا هنا ونحن نترقب للبث المباشر سمعنا نحن هنا القاهرة الأخبارية تحليق لصاروخين باليستيين في سماء العاصمة الأوكرانية كييف على ما يبدو الآن أيضا هنا مجموعة من الأصوات القريبة قد يبدو أنها مجموعة من تحرك آليات الدفاع الجوي المضاد الدفاع الجوي أو قد يكون هناك شيء آخر لم يتم ذكره حتى هذه اللحظة ولكن لم يتم الإعلان عن استهداف أي صاروخ حتى هذه اللحظة من قبل الدفاع الجوي هنا في العاصمة الأوكرانية كييف على الأقل بينما دوت صافرات الإنذار في منطقة أوديسا أيضا منذ لحظات وأيضا أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية جميع المواطنين على الذهاب والتوجب بالذهاب إلى أقرب الملاجئ كون هناك تحليق مجموعة من طائرات شاهد بالإضافة إلى ذلك والأخبار تتصاعد هنا في راضي الأوكرانية وللليلة الثانية على التوالي من دوي صافرات الإنذار بصورة مستمرة يوم أمس أيضا شهدت ثلاثة ساعات من دوي صافرات الإنذار نحن الآن في ضمن الإنذار الجوي أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية بأن هناك خطر ما قد يكون يأتي من الشمال أو من المناطق الشمالية من الأراضي الأوكرانية من تحليق طيران شاهد وأيضا علنت في منطقة أوديسا أيضا بأن تحليق طيران شاهد أطلق بالفعل من منطقة البحر الأسود أي هناك احتمالية نشوب مجموعة من الضربات الصاروخية وأيضا استهداف مباشر في المنطقة الجنوبية من منطقة أوديسا بالإضافة إلى ذلك عمر في منطقة خرصون وزقروجة أيضا دوت مجموعة من الانفجارات لم يتم تحديدها حتى هذه اللحظة من قبل وزارة الدفاع الأوكراني نحن الآن للمزيد من الانتظار لآخر التصريحات التي يمكن من خلالها تبيين ما حدث هذا اليوم على الرغم من أن يوم أمس شهدت فقط دوي صافرات الانذار دون أي خطر يسبق ولكن قبل يومين كان هناك تحليق لثلاثة وعشرون أو ثلان وثلاثون عذرا طائرة من نوع شاهد تمكنت وزارة الدفاع على لسانهم من إسقاط ثمانية وعشرون منها واستهدفت اثنين واحدة منهم كان مبنى للمخابرات الأوكرانية في منطقة ليفيف ولكن قد يبدو هذه الليلة أيضا سوف تشهد مجموعة من التصعيد على غرار ما شهدتها قبل يومين كون صافرات الانذار توقفت ثم عادت مجددا لثلاثة مرات لأقل من نصف ساعة وهذا الشيء الذي يدل بأن هناك خطرا ما قد يكون حتى هذه اللحظة نعم كنت معنا منك ييف غيث مناف مرسل القاهرة الإخبارية أشكرك شكرا جزيلا قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أوكرانيا لا تزال لديها إمكانات هجومية إلا أنها قد تفقد قدراتها القتالية وخلال حفل تخريج دفعة جديدة من القليات والأكاديميات العسكرية الروسية أشار إلى أن هناك هدوءا حذرا يسود الأوضاع على الجبهات القتالية بسبب تكبيد كييف خسائر فادحة في الأفراد والمعدات كشف بوتين عن أن صاروخ سارمات ألعاب للقارات سيدخل الخدم قريبا مشيرا إلى أنه سيتم تسريع عمليات تزويد القوات الروسية بالطائرات القتالية المسيرة وأكد أن التجارب النووية مهمة أيضا لضمان أمن روسيا أعلن وزير الطوارئ الروسي أليكزاندر كورينكوف اليوم مقتل 41 شخصا قراء تدمير سد نوفا كخوفكا الأوكراني وكان خلال الاجتماع الحكومي الروسي أشار كورينكوف إلى أن الحادث تسبب أيضا في إصابة أكثر من 120 أخرين أضاف المسؤول الروسي أنه تم إجلاو أكثر من 8 ألاف شخص من منطقة الفيضانات الناجمة عن انهيار السد اقترحت رئيسة المفاوضية الأوروبية أورسلا فوندرلاين خطة إنقاذ أوروبية لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو وخلال المؤتمر الدولي الثاني لإعادة أعمار أوكرانيا الذي تصدف العاصمة البريطانية لندن أكدت فوندرلاين أنه لدى الاتحاد الأوروبي مسؤولية خاصة تجاه أوكرانيا على المدى الطويل مشددة على أنه لا شك في أن أوكرانيا ستصبح جزءا من الاتحاد من جانبه قال الرئيس الأوكراني فلودميرز لينيسكي إن بلاده تنتظر من قادة حلف شمال الأطلسي موقفا شجاعا بالموافقة على انضمامها إلى الحلف وأكدت لينيسكي أنكييف بحاجة إلى منظومات دفاعية وطائرات قتالية وذخيرة لضمان الانتصار على روسيا من جانبه أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تخصيص قروض لكييف بقيمة ثلاثة مليارات دولار قالت سوناك إن أكثر من أربعمائة شركة من ثمان وثلاثين دولة ستشارك في عملية إعادة أعمار أوكرانيا وفي كلمة أمام مؤتمر لندن أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين تخصيص مليار وثلاثمائة مليون دولار مساعدات إضافية لأوكرانيا وضف بلينكين أن واشنطن ستدعم كييف في إصلاح شبكات الطاقة المتضررة وستزودها بأكثر من خمسة ملايين مولد كهربائي هكذا رئيس الوزراء الأوكراني ديناس شميهال حاجة بلاده إلى ستة مليارات وخمسمائة مليون دولار للتعافي السريع خلال الأشهر الاثنى عشر المقبلة قال شميهال إن روسيا يجب أن تكون أول من يدفع ثمن من ما خلفته من ضمار إثر عملياتها العسكرية في أوكرانيا وبدورها ألنت وزيرة الخارجية الألمانية أن لينا بيربوك تقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 381 مليون أورو وفي كلمة خلال مؤتمر لندن لدعم أوكرانيا أوضح بيربوك أنها سيتم تخصيص هذه الأموال لشراء مولدات ومواد غزائية وخيام أكدت بيربوك أن بيربوك أن بيربوك تكثف جهودها لدعم أوكرانيا من أجل التعافي نشاطنا مستمرة وفيها بعض الفاصل رئيس مجلس النواب الأمريكي يقول إن الوقت غير مناسب للتصويت على عزل الرئيس بايدن وإلى ملف مناسك الحق لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك أهلا بكم من جديد قال وزير الحق والعمر السعودية دكتور توفيق الربيعة إن أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون حق هذا العام من أكثر من ثمانين دولاء سيكونون في المشاعر المقدسة وأكد الربيعة في ندوة الحق الكبرى أن وزارة الحق وكل الجهات بالمملكة ستعمل على ضمان سلامة الحجاج وإثراء تجربتهم لهذا العام في مرحلة ما بعد كورونا حتى يعود لأوطانهم سالمين وشدد على أن كل الجهات المعنية تعمل على إنجاح حق هذا العام بخاصة في مواجهة أي أمراض أو بيئة تحت رئاسة العامة السعودية لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أكثر من ثمانية ألاف فرصة في الحرامين الشريفين في مجال التطوع والأعمال الإنسانية خلال موسم حق هذا العام في عشرات مجالات بما يحقق أكثر من مئتي ألف ساعة تطوعية رفعت رئاسة السعودية أعداد العربات التي تعمل على مدار الساعة لخدمة الحجاج إلى تسعة ألاف عربة يأتي ذلك حرصا على خدمة كبار السن وذوي الإعاقة في أثناء أداء مناسك الحج بكل سهولة ويسر أكد مدير الأمن العام السعودي الفريق محمد البسامي أن هناك تنصيق بين جميع الجهات من أجل راحة الحقاج وفي تصريحات خاصة للقاهرة الإخبارية حث البسامي الحقاج باتباع إرشادات رجال الأمن من أجل سلامتهم استعدادات المملكة الأمنية لاستقبال حقاج هذا العام الأول شيء نرحب بضيف الرحمن ونعلن من خلال تشرف سيدي وزير الداخلي اليوم أن قوات من الحج جاهزة لتقديم كل خدمات الأمنية وإدارة الحشود وتنظيم الحركة المرورية وأيضا تقديم الخدمات الأخرى لضيف الرحمن ونسعد بتواجدهم في المقرمة السعودية وفي مكة المقرمة بالذات إيه الاحتياطات اللي يجب على الحقاج اتخاذها واللي بتوصيهم بذلك؟ أمس يمكن ذكرتنا في الليلة الحج الكبرى أنه خطط تفويج ضرورة التزام فيها من أجل سلامتهم ندرك تماما أنه أي حركة في المشاعر التصعيد النفرة رمي الجمرات الذهاب إلى طواف القدوم في بداية الرحلة أو طواف الإفاضة أو طواف الوداع يحتاج إلى تنظيم لذلك أنا أرجو أن يتبعوا التعليمات التعليمات لدى المرشدين ولدى المطوفين ولدى المؤسسات المشرفة عليهم فأعتقد أنه سلامتهم مطلب ولذلك ضرورة للتزام من هذه التعليمات أجل أن ننعمون بنقل مجسر وحج آمن ونسأل الله سبحانه وتعالى لنقول لهم أن ندعوذوا لأوطانهم سالمين غانمين إزاي بيتم التنصيق بين وزارة الداخلية في المملكة وأيضا الجهات المعنية المسؤولة عن الحقاج وسلاماته؟ لدينا مركز قيادة وتحكم يضم كل أجهزة المعنية بتقديم الخدمة ونتبادل الأدوار والمعلومة وننقل الحدث في لحظية في خط أفقي بين كل الجهات المشاركة وأعتقد أن هذا من أهم ما يمكن أن يكون عنوان لإدارة الحج هو مركز قيادة وتحكم لكل الخدمات الأمنية والخدمات أيضا الأخرى اللي سواء من نقل أو سكن أو سيرات عاشة وتدار مركز احترافية كاملة من خلق كل مناديب ومبثل إعلام في هذا المركز هذا وانطلقت النسخة الثانية من واحة الإعلام بالتزامن مع انعقاد ندوة الحج السنوية الكبرى إحدى المبادرات الجديدة لوزارة الإعلام السعودية تضم واحة الإعلام معرضا تشارك فيه إحدى عشرة جهة حكومية وخاصة ويروى أبرز الإنجازات المقدمة لخدمة الحرامين الشريفين ومشاريعهم المستقبلية في المشاعر المقدسة النسخة الثانية من واحة الإعلام تنطلق بالتزامن مع انعقاد ندوة الحج السنوية الكبرى وتعد الواحة إحدى المبادرات الجديدة لوزارة الإعلام السعودية التي تهدف إلى تغيير مفهوم التغطية الإعلامية وتوظيف التقنية لتحقيق مزيد من الإبداع والابتكار في التغطيات الإعلامية التي تواكب الأحداث الوطنية والمناسبات الكبرى التي تشهدها المملكة بالحقيقة اليوم رؤية المملكة وضعت ثلاثة هداف رئيسية في الحج العمراء أولاً تيسير استضافة المزيد من المعتمرين إلى المملكة العربية السعودية بحلول 20-30 حين اليوم في العام الماضي كان استقبلت المملكة أكثر من 8.5 مليون معتمر من خارج المملكة بحلول 20-30 نستهدف استضافة 30 مليون معتمر سنوياً هذا التيسير يشمل مجموعة من الإجراءات اليوم نشوف منصة نسك على سبيل المثال التي طلقت التأشيرة الإلكترونية التأشيرة الترانزيت وغيرها من الأمور التي تيسر كذلك زيادة الرحلات وإلى آخرها وتضم واحة الإعلام معرضاً تشارك فيه 11 جهة حكومية وخاصة لتقديم أبرز الإنجازات المقدمة لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما ومشاريعهما المستقبلية في المشاعر المقدسة من خلال خدمات تقنية متطورة وشاشات عرض المملكة العربية السعودية حرصت وعنيت بتوسعة الحرم المكي الشريف وأيضاً الحرم النبوي حرصنا في هذا المعرض أن نقوم بإبراز هذه التوسعات الكبيرة من خلال تجديد الإسم الذي تمت الموافقة عليه قبل شهر من الآن بإطلاق الإسم الرواق السعودي على الرواق المحيط بصحن الطواف في الحرم المكي الشريف هذا الرواق يحتوي على بعض التوسعات التي جددت من قبل الدولة السعودية حفظها الله من خلال إبرازها عن طريق الصور الموجودة لدينا هنا القديمة والحديثة لأعمال التوسعة والعمارة في الحرم المكي الشريف وفي المعرض حضور مميز لمدينة المعرفة الاقتصادية التي تستهدف الاستفادة من مكانة المدينة المنورة الدينية والتاريخية وذلك بتطوير بيئة جذابة تعتمد على تكنولوجيا والمعرفة في ربط مختلف مكوناتها وإنشاء مشاريع تطوير عقاري تساهم في تحقيق أهداف الخطط التنموية للمملكة اليوم نحن في مدينة المعرفة الاقتصادية بنعمل على قطاعات متعددة منها القطاع الصحي والقطاع السكني والقطاع التجاري والقطاع الفندقي والقطاع الإداري القطاعات هذه كلها بنعمل لرفع مستوى العمل والأداء فيها اليوم بفضل الله أصبحنا على واقع ومشاريع منجزة فعلا ومشاريع تحت الإنشاء ومشاريع بنعمل على تطويرها بإذن الله وتصميمها ويشارك في ندوة الحق الكبرى ثمانون دولة واثنين عشر وزيرا والعديد من القطاعات والمؤسسات الإعلامية يأتي الحجيج إلى مكة المكرمة وسط استعدادات ضخمة تقوم بها المملكة العربية السعودية والهدف الأساسي منها العمل على راحة ضيوف رحمن الفعاليات أيضا عديدة والتي تستهدف التعرف على التراث عن قرب تراث يضرب بجذوره عمق التاريخ أمل الحناوي القاهرة الإخبارية جد قالت الشرطة الفرنسية إن 37 شخصا أصيبوا من بينهم أربعة حالات حرقة بعد انفجار خطوط غاز وقع وسط العاصمة باريز هذا وتسبب الانفجار في سقوط واجهة أحد المباني كما تسبب الانفجار في إغلاق محطة مترو بورت رايل بمنطقة الدائرة الخامسة بباريز حث رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي النواب الجمهوريين على التصويت ضد قرار عزل رئيس جو بايدن أضف مكارثي إن الوقت الحالي ليس مناسب لعزل بايدن مضيفا أنه لا بد من إجراء التحقيقات المناسبة عبر اللجانة المختصة أوضح مكارثي أن القفز إلى عزل بايدن الآن قد يهدد أعضاء الجمهوريين بالكونغرس حث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أنقر على دعم محاولة السويد الاندمام إلى حلف شمال الأطلسي جاء هذا في لقاء بلينكين نظيره التركي هاكان فيدان على همش مؤتمر في لندن وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أهمية وحدة الناتو في هذه الأوقات الحارقة أجرى الجانبان مباحثات بشأن قمة الناتو الشهر المقبل منتصف يوليو في فيلنوس حيث تأمل السويد أن توافق القمة على انضمامها للحلف ألن الجيش المجاري مصرع شخصين جراء تحطم طائرة عسكرية خلال مهمة تدريبية في كرواتيا المجاورة وأوضحت وزارة الدفاع المجارية أن مروحتين من تراز Airbus H145 تابعين للقوات الجوية كانتها في رحلة تدريبية عندما تحطمت إحداهما مشيرة إلى أن ثلاثة أشخاص كانوا على متن المروحية عندما تحطمت قرب العاصمة الكرواتية زغرب وانتشلت فرق الإنقاذ جثتي شخصين بينما لا يزال البحث جريا عن العضو الثالث بالطاقم أكد خفر السواحل الأمريكي أنه لم يصل لنتيجة في عمليات بحثه عن الغواصة المفقودة حتى الآن وأشار خفر السواحل إلى تمشيته لمساحة تقرب من 3000 كم مربع أي ما يعادل ضعفي مساحة ولاية دي كونتكت مؤكدا أن عمليات بحثه جاءت استجابة لإشارات ضوضائية كهربائية قد تكون صادرة من الغواصة ألقت الشرطة البريطانية القبض على المشتبه به في حدث الطعن داخل مستشفى ميلدكس المركزي بالعاصمة لندن مشيرة إلى أنها لا تتعامل مع الواقع كحدث إرهابي وأوضحت خدمة الإسعافة البريطانية أن اثنين من المصابين يعالجان في مكان الحادث بينما أوضحت إدارة المستشفى أن التفاصيل الكاملة للحادث لم تتضح بعد اقتصادياً كشف رئيس هيئة مستشفى قناة السويس الفريق السامة ربيع تسجيل إرادات القناة تسعة مليارات واربعمائة مليون دولار في السنة المالية الحالية وذلك للمرات الأولى في تاريخها جاء ذلك للمؤتمر صحفي لإلقاء الضوء على حصاد العام المالي ومستجدات مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة أعلم لحضراتكم لأول مرة في تاريخ القناة أعداد السفن يعني كل ده حصل في ظروف يمكن لأربع سنين دو كلهم عدوا على العالم كله في صعوبة سواء كانت كورونا وطبعاً المركب الـ Ever Given عطلت من قناة ستة أيام حرب الأوكرانية الروسية التضخم والكساد يعني خلال الأربع سنين دولنا حم نتكلم على الأربع سنين صعبين كان المفروض يبقى فيه مقابل ليه أنا عندي دولة إكسكيوز أنا عندي فيه مشاكل فأنا أخصر يعني لكن حقيقة إن إحنا لو بصنا كده في 2019-2020 إحنا حقانة خمسة مليار وسبعمائة مليون في 2021 حقانة خمسة مليار تمنيمائة مليون في 21-22 حقانة سبعة مليار دولار سنة مليئة سنة مليئة السنة دي في السنة المليئة دي محققين 9 مليار وربعمائة مليون دولار التسع مليار وربعمائة دول بزيادة 35% على السنة اللي فاتت تباين التوقعات بنوك الاستثمار حول قرار البنك المركزي التركي بشأن أسعار الفائدة بين إقرار رفع كبير للفائدة أو تبني نهج تدريجي لزيادة الفائدة خلال اجتماعه الخميس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هكذا رئيس بجلس الاحتياطية الفيدرالي جيرون باول إن المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة قد يتم إقرارها في المستقبل حتى يتم إحراز تقدم إضافي في خفط التضخم وأضاف أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي أن خطوة تثبيت الفائدة في الأسبوع الماضي كانت مجرد فترة استراحة قصيرة وليس التوقف عن رفع الفائدة يتوقع جميع المشاركين في لجنة السياسات النقدية تقريبا أنه سيكون من المناسب تواصل رفع أسعار الفائدة حتى نهاية العام الجاري لقد تراجع التضخم إلى حد ما منذ منتصف العام الماضي ومع ذلك تستمر ضغوط الأسعار في الارتفاع ولا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه نحو خفض التضخم مرة أخرى إلى هدف 2% تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بخفض التضخم إلى النصف على مضار العام الجاري قبل انتخابات 2024 قال أمام مجلس العمومة البريطاني سوناك قال أن أرقام التضخم لشهر مايو تضغط على بنك إنجلترا نحو رفع أسعار الفائدة لمرة الثالثة عشر على التوالي لترويد نمو الأسعار العنيد خفض التضخم إلى النصف يمثل الأولوية المطلقة للحكومة إننا ندعم كذلك أولئك الذين لديهم قروض عقارية لأن التضخم هو ما يدفع أسعار الفائدة إلى الارتفاع والتضخم يقوض المدخرات ويرفع الأسعار ويؤدي في النهاية إلى جعل المواطنين أكثر فقرة أريد أن أؤكد أنه ليس من السهل القضاء على التضخم لكننا سنتخذ القرارات الصعبة والمسؤولة للقيام بذلك قال وزير المالية البريطاني جيرمي هانت إن الحكومة لن تتردد في عزمها على دعم بنك إنجلترا لخفض التضخم وأضاف هانت أن الحكومة البريطانية تدرك حجم التأثر الكبير للتضخم على العائلات والشركات في كافة أنحاء المملكة المتحدة يأتي ذلك وسط ترقب الأسواق لقرار لجنة السياسة النقضية ببنك إنجلترا غدا وسط توقعات برفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس أرقام اليوم تعزز موقف الحكومة من التمسك بأسلحتها وبغض النظر عن الضغط من أي أحزاب فلن يدفعنا ذلك بعيدا عن المسار لأنه إذا كنا سنساعد العائلات وإذا أردنا تخفيف الضغط عن أصحاب الرهون العقارية وتخفيف العبئ على الأعمال التجارية فعلينا الضغط للتخلص من التضخم بشكل نهائي إذا نظرنا إلى ما يحدث في البلدان الأخرى فسنرى أن الارتفاع في أسعار الفائدة يؤدي إلى انخفاض التضخم بمرور الوقت سيحدث ذلك هنا لكننا بحاجة إلى التحلي بالصبر والتمسك بالمسار ارتفع تضخم الأساسي في بريطانيا في مايو إلى أعلى مستوى منذ مارس 1992 ليسجل 7.1% على أساس سنوي واستقر مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة دون تغيير عن الشهر السابق عند 8.7% بينما ارتفع بنسبة 0.7% على أساس شهري رياضيا أكدت تقارير صحفية نجاح نادي برشلونة في التعاقد مع الكاي جوندوغان قائد منشستر سيتي ولاعب وسط منتخب ألمانيا ولا يتبقى سوى الإعلان الرسمي عن الصفقة وقع جوندوغان على أقود الاندمام لبرشلونة لمدة موسمين مع وجود خيار لتمديد موسم آخر ذلك بعدما اكتاز اللاعب الفحص الطبي في وقت سابق جاء توقيع برشلونة مع جوندوغان بعد وصول الموافقة على تسكيل اللاعب في قائمة الفريق للموسم المقبل توصل أرسنال الإنجليزي لاتفاق مع تشيلسي على صفقة انتقال المهاجم الدولي الألماني كاي هافرس بقيمة 65 مليون جنيه استرليني وافدت تقارير أن الناديين أبرمى اتفاقا مبدئيا سيسمح لللاعب البالغ عمره 24 عاما بالمفاوضة على الشروط الشخصية والحصول على طحص طبي رسوم انتقال هافرس الذي سجل تسعة أهداف خلال 47 مباراة مع البلوز الموسم الماضي قد ترفع من الإضافات نهاية النشرة وقبل الختام إليكم تذكيرا بأبرز العنوين ثلاثة شهداء في قصف إسرائيلي يستهدف مركبة في جنين وحكومة نيتنياهو تقرر العودة لسياسة الاغتيالات بالضفة الجيش السوداني يعلن تصديه لهجوم من الحركة الشعبية وتكبيدها خسائر كبيرة الرئيس المصري يشارك اليوم في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد بالعاصمة الفرنسية باريس كتام النشرة لمزيد من المتابعة أدعوكم لزيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة نيوز دوت نت كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك تويتر انستجرام ويوتيوب ويمكنكم بالفعل متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11.7.47 Vertical كما يمكنكم تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال Apple Store أو Google Play أو من خلال QR Code الظاهر أمام حضراتكم على شاشة أشكركم على طيبة المتابعة كنت معكم عمر مصطفى إلى اللقاء هنا القاهرة غاصمة الخبر ترجمة نانسي قنقر